وتتواصل في قطر فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ومع انتهاء مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات تميزت مختلف المواجهات بمنافسة شرسة خلال 16 مباراة الأولى في البطولة وانتهت 11 منها بفوز أحد المنتخبين فيما انتهت 5 مباراة بالتعادل شرسة ومفاجآت مدوية عنوان الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022 فمن بين 16 مواجهة تم خوضها انتهت 11 منها بفوز أحد المنتخبين فيما انتهت 4 مباراة بالتعادل السلبي ومباراة واحدة بالتعادل الإيجابي المنتخبات العربية المشاركة في البطولة حققت نتائج إيجابية في الجولة الأولى باستثناء خسرة المنتخب القطري في المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور بهدفين نظيفين حيث حقق المنتخب السعودي كبرى مفاجآت المونديال حتى الآن بالفوز على منتخب الأرجنتين 2-1 كما حقق منتخب المغرب وتونس تعادلين سلبيين أمام كرواتيا والدنمارك هذا ولم يحقق أي منتخب أفريقي الفوز في الجولة الأولى للمونديال حيث خسرت السنغال أمام هولندا بهدفين دون رد كما خسر منتخب الكاميرون أمام سويسرا بهدف نظيف وخسر أيضا المنتخب الغاني من نظيره البرتغالي بنتيجة 3-2 الجولة الأولى شهدت تسجيل 41 هدفا بمعدل هدفين ونصف الهدف في كل مباراة حيث تم إحراز 15 هدفا في الشوط الأول و26 هدفا في الشوط الثاني وشهدت الجولة احتساب تسع ضربات جزاء تم تسجيل سبع منها فيما أضع نجم بولندا روبرت ليفاندوفيسكي ضربة أمام المكسيك كما أهضر لاعب كندا ألفونسو ديفيز الضربة الأخرى أمام بلجيكا هي إذن جولة واحدة انتهت من بين عدة جولات في الطريق نحو حصد الذهب والتتويج باللقب الأغلى